قارب الرسول الذي تشاهدون كان قبل عامين فقط يكلف الخزينة العومية 12 مليار سنتيم الآن أصبح يعادل ثلاثة ملايير بعدما أضحى يصنع بمؤسسة تصليح البواخر بوهران شركة لبس بيها خدمة درج إنجازات لبس بيها ديناديجة واحدة لسكيك داسي نهران نخدم بيها رهي صلحة 100% قامت أوريناف ببناء خمس سفن الرسل وهي تمثل في سفن الربطة في الموانئ لتدعم الاقتصاد الوطني في هذا المجال البحري وهناك مشاريع إن شاء الله في المستقبل تمثل في بناء سفن من حجم المتوسط المؤسسة تأخذ على عاتقها جميع أنواع الصيانة للبواخر والسفن بفضل رأس مالها البشرية المؤهل والعامل بمختلف الورشات تتميز مؤسسة موحدة وران بإصلاح السفن بمعدل 150 باخيرة منها كما نقوله إحنا لزاري تكنيك تمثل بعدة وحدات لأجل الاستثمار في هذا المجال وتطوير مجال صناعة السفن يعني ينبغي تزويد أحواد التجربية للسفن لموجودة في جامعة الهندسة البحرية بوهران بالمعدات اللازمة لوضعها قد تشغيل من أجل باش نستفادوا منها هذا وتستهدف المؤسسة تصنيع قوارب الإرشاد وسفن الجر خلال الثلاث سنوات المقبلة كتحد سيخلص قطاع صيد البحري من التبعية للخارج وبشكل جذري